لليوم الثاني أوكرانيا تواصل محاولاتها لاختراق الحدود الروسية الجيش الروسي يؤكد التصدي للهجوم على منطقة كورسك وبوتين يندد ويعتبر التحرك الأوكراني استفزازا واسع نطاق الاستفاق الأوكراني المتأخرة لا تزال متواصلة بعد أيام من هجمات أوكرانية بعيدة المدى على أهداف روسية حساسة ويبدو أن كيف عازمة على الاستمرار بهجوم عبر الحدود داخل الأراضي الروسية البداية كانت أمس عندما شنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ على منطقة كورسك الحدودية الروسية اليوم قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية شنت هجوما بريا وجويا كبيرا بمشاركة ما يصل إلى ألف جندي لاختراق روسيا بالقرب من بلدة سودجا الحدودية على بعد 530 كم جنوبي غربي موسكو فيما أكد مسؤولون عسكريون أن روسيا صدت الهجمات التي وصفوها بأنها من أكبر التوغلات داخل روسيا منذ بدء الحرب عام 2022 أرسلت أيضا قوات احتياط للمساعدة في تعزيز الدفاعات الروسية الهجوم المستمر دفع سكان منطقة كورسك لمغادرتها فقد أكد الحاكم الأقليمي هناك أن ألاف الأشخاص غادروا المنطقة الروسية الحدودية منذ أن أطلقت أوكرانيا عملية توغل بري بالدبابات قبل أكثر من 24 ساعة يتي هذا فيما قال مسؤولون روس أن خمسة أشخاص قتلوا وجرح 24 أخرون نتيجة المعارك وزارة الدفاع أعلنت أن الجانب الأوكراني تكبت خسائر كبيرة بمقتل 260 جندي وتدمير 50 آلية مدرعة لكن ما الذي تريده كيف من هذا التحرك العسكري والهجوم المفاجر أيضا خبراء عسكريون روس رأوا أن الهدف الرئيس لأوكرانيا منذ هجومها الواسع على منطقة كورسك هو محاولة لاختراق الحدود الروسية وإجبار قادة الجيش على تجميع قوات من مناطق أخرى من الجبهة وتخفض ضغط الروسي المستمر في الميدان الأوكراني خطورة الهجوم الأوكراني الأخير هذا دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعقيم عليه في بداية اجتماع حكومي وقال إن كيف تقوم باستفزاز واسع النطاق في منطقة كورسك الحدودية قام نظام كيف باستفزاز جديد آخر واسع النطاق حيث أطلق عشوائيا أنواع مختلفة من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ على المباني المدنية والمنازل وسيارات الإسعاف إذن هي استفاقة أوكرانية متأخرة بدأت منذ أيام عندما تسلمت كيف أولى مقاتلت الـ F-16 وشنت هجمات بعيدة المدى ضد أهداف روسية حساسة نجحت خلالها القوات الأوكرانية في إغراق غواصة روسية واستهدفت مطار روسي ومستوضع للذخيرة ومجمع صواريخ مضادة للطائرات في شبه جزيرة القن في ظل هذه التطورات العسكرية المتلاحقة يأتي تحذير روسي من مغبة التأخر في خوض مفاوضات السلام بين موسكو وكيف سرغييا شايق وزير الدفاع الروسية السابق وسكرتير مجلس الأمن الحالي قال إن الشروط ستكون أسوأ بالنسبة للشعب الأوكراني كلما تأجلت المفاوضات أضاف أنه منذ أن طرح بوتين شروط السلام يونيو الماضي فقدت أكرانيا 420 كم مربع من أراضيها فضلا عن أنها تكبدت خسائر بشرية إضافية لنقاش كل هذه التطورات التي يبدو أنها مفاجئة أيضا ما بين روسيا وأكرانيا أرحب بضيفي من موسكو الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور رولاندا بيجاموف سيد بيجاموف أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاينيوز عربية بالتاسعة تحديدا واستفاقة أوكرانية شريسة هذه المرة باغتت حدودكم في كورسك بعمليات جوية وبرية أيضا عبر دبابات وأليات مدرعة ما خطورت ذلك بداية سيد بيجاموف طيب يبدو أن نواجه إشكال تقني في التواصل مع ضيفي من روسيا سيد بيجاموف على كل حي نركز في هذا الملف للحديث عن تأثير ما حصلت عليه أوكرانيا من أسلحة نوعية غربية على ميزان القوى في الميدان الأوكراني وإن كانت هذه الاستفاقة الأوكرانية الأخيرة مرتبطة أيضا بطائرات الـ F-16 التي تسلمتها أوكرانيا وكما ذكرنا في العرض قبل قليل في الأيام الأخيرة كثفت أوكرانيا من ضرباتها ومن هجماتها بالمسايرات حتى على أهداف روسية عديدة تركزت في شبه جزيرة القرم وقامت بإغراق حتى غواصة روسية ضربات متتالية تطلقها روسيا في الميدان الأوكراني وجديد الساعات الأخيرة كان محاولات للتوغل البري لاجتياح روسيا عبر الدبابات والأليات المدرعة الأوكرانية تم التصدي لذلك من الجانب الروسي ولكن ما هي الخطوات القادمة وكيف سيؤثر ذلك على التعامل الروسي مع أوكرانيا في الميدان وكيف بالأساس يمكن للقوات الأوكرانية أن تقوم بمثل هذه الهجمات إن كانت روسيا حقيقة ممسكة بكل المناطق الحدودية ما بين روسيا وأوكرانيا إذن مشاهدين ملفنا الثاني في التاسع لهذه الليلة بعنوان الاستفاقة الأوكرانية التي وصلت حد المحاولات باشتياح روسيا تحديدا من مقاطعة كورسك بهجمات جوية وبرية باستخدام دبابات وأليات مدرعة وغير ذلك نقاشا لهذه التطورات أرحب الآن بضيفي من موسكو الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور رولاندا بيجاموف سيد بيجاموف أهلا بك معنا في التاسعة وسألت قبل قليل عن هذه الاستفاقة الأوكرانية الشرسة حد التفكير حتى في اشتياح أراضيكم عبر دبابات والأليات المدرعة ما خطورة هذا الأمر؟ ما سالخير أستاذ التلسبيح تحية لفريق القناة والمشاهدين أولا أود أن أقول أن هذا التوغل لا يمكن مقارناته باختراقات الأوكرانية في مايو 2023 بالفعل هذه عملية تم التخطيط لها بالدقة وهناك قوات كبيرة في حدود كاتبتين تكتيكياتين معززتين مباشرة في الأراضي الروسية وأيضا هناك القوات الأوكرانية في هذا الخط الخدودي الأوكراني وطبعا هناك أسباب كثيرة لماذا حدث ذلك من حال سبيل المثال وضع الجيش الأوكراني في دونباس لأن أوكرانيا تشعر بأنه قد سيخدت هناك انحيار الجبحة بحلول نومبر من هذا الأمر وثانيا أوكرانيا تصعى إلى تحقيق أهدافها منها الأسكرية والسياسية وهناك أود أن أضيف إلى تقريركم أن هناك الهدف الرئيسي للأوكرانيين إذا تمكنوا هو الوصول إلى محطة كورسك الكهروزارية في مدينة كورشاتوف وهي على بعد 50 كيلومتر من الحدود وهذا إذا تمكن الجيش الأوكراني وإذا سمحت القيادة الأسكرية الروسية بذلك هذا سيكون إبارة ورقة الرابعة كيف تمكنت بالأساس للقيام بهذه الهجمات إن كانت القوات الروسية هي ممسكة بالجبهة الشرقية وبالمناطق الحدودية بل تتقدم حتى مثلا إلى خاركيف سؤال واجه ولكن هذه المنطقة الحدودية لا تواضيع جبهة هناك كانت هناك وما زالت هناك فقط قوات حرس الحدود وأضط قليل من المجندين وبعض التشكيلات الأخرى ولكن لرغم الانتقادات خاصة المدونين الروس في روسيا وغيرهم بدرورة تسليخ حول أعطاء مزيد من الأسلحة أو تشكيل مثلا القوات الدفاع الإقليمي في هذه المقاطعات ولكن كل التركيز كان فقط على الجبهة وكل الأمليات الكر والفر التي كانت تمارسها روسيا في مقاطعة خاركيف وصومي وغيرها وما زالت تمارسها حتى الآن وتضرب القوات الأوكرانية في الشريط الخدودي وغيرها ولكن لم تتخذ مثل هذه القرارات وهذا يتوقف على القيادة الأسكرية الروسية يعني على فنها الأسكري وعلى شطاراتها ربما لديها خطة ربما هي سترد روسيا أو لديها خطة مثلا تريد جر سيد بيجاموف أم ستكتفي فقط بأنها صدت هذا الهجوم لأنه رغم نجاحها في ذلك يعني الصورة الآن أن أوكرانيا تحاول أن تشتاح روسيا هذه المرة ليس فقط عبر المسيرات دبابات وأليات مدرات هو عالية مدرات هو موادات أخرى وهناك تحشد للقوات الأوكرانية وقبل ذلك كان حديث من نندزيلينسكي على أنهم يقومون بأغداد الأسلحة موضوع مثلا 2016 الطائرات حتى الآن لم تدخل على الخط والقوات الروسية هذه الأيام خساسة جدا لأن أضطرت القيادة الأسكرية الروسية حتى يرسل القوات الخاصة من مقاطعة موسكو ومن غيرها من مقاطعات إلا هذه الجبهة وبالتالي تشكلت هنا جبهة جديدة ولكن حتى الآن لا توجد أي معلومات تريد أن تقول أن روسيا مثلا صحبت قوات من دونباس وأرسلت إلى هناك ومن ضمن الأسباب التي أضطرت وقامت أوكرانيا بهذه الأملية بشنها كانت طبعا الموضوع لديها تحقيق الأهداف السياسية أولا لأن أي مكسب استراتيجي أو أي مكسب تكتيكي في هذه المنطقة هذا سيسمح للأوكرانيين بطلب مزيد من الأسلحة ومزيد من المال من القيمين عليهم في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة وهنا أيضا سيناريوهين نحن لا أولا تحدث جون كيربي اليوم قال نحن سنطلب مزيد من الاستفسارات من القيادة الأوكرانية وزهرت أيضا مقالة في نيويورك تايمز قال أن هذا التسعيد ما كان له الضرورة في حين أن تجري هناك المفاوضات وراء الكواليس وخاصة في ضو الصفقة لتبادل بين روس والدول الغربية التي حدثت مواصلت في تركيا مؤخرا يعني هناك في روسيا وفي أوكرانيا الناس الذين يفكرون في السلام وهناك الآخرين يفكرون في إطالة أمد هذا الصراع وإما أمريكا كانت تعرف ذلك وألطت الضفل الأخضر إما هنا نحن نشحد نفس المشاكل اليوم هل تجد أن ردات الفعل الروسية تتناسب مع التصعيد الخطير الذي تقوم به أوكرانيا في شبه جزيرة القرم في بريانسك في كورسك أن تحاول دخول روسيا عبر عليات مدرعة لأن هناك من يقول فقط القوات الروسية موسكو يبدو أنها تركز أكثر على السيطرة بالجبهة الشرقية لأوكرانيا وبالتالي هذه الأولوية العسكرية بالنسبة لها وهي قادرة على امتصاص الضربات الأوكرانية وهو كذلك ولكن في نفس الوقت أود أن أشير أن تمديد خط الجبهة إذا صح التعبير هو ليس في صالح أوكرانيا لأن أوكرانيا أيضا تحتاج للقوات في الجبهة الشرقية يعني في دونباس وهذا أيضا شيء خطير بنسبة إليهم هذا يمكن أن نقول بأنها معركة لأخذ زمام المبادرة الأسكرية معركة كلاسيكية ومن جهة أخرى هي مغامرة كبيرة من قبل زيلانسكي لأنه يشعر بأن الأمور ربما تصير التسوية وهذا ليس في مصرحاته فلذلك هو يريد أن يستخدم هذا العمل المبارقة وأيضا زغزات أو أكثر بقليل يعني إن كانت الأمور تسير باتجاه التسويات يعني كيف تقرأ موسكو دلالة توقيت تسليم أوكرانيا للأفتتة عشر التي يبدو أنه كيف تعول عليها كثيرا في المرحلة العسكرية القادمة أستاذ تسبيح لا يوجد سلاح المعجز شاهدنا في أوكرانيا أنواع مختلفة من هذا السلاخ F-16 هي طائرات قديمة من بداية السبعينيات وليست الحديثة وهناك الروس لديهم وصائل للمقاومة لهذه يعني لا شيء جديد في F-16 يعني قديمة جدا وبعدين هناك يجب أن تكون هناك الكم الكبير لهذه السواريخ ربما أوكرانيين يريدون أن يستخدمونها كوسطة للدفاع الجوي وكذلك ربما لدعم مثل هذه الحجمات التي مثلا شاهدنا أمس واليوم ونشهد في مقاطعة كورسك وربما الأوكرانيون سيشنون أيضا هجوم أكسي آخر في أي منطقة أخرى من الجبهة والأيام القريبة ستكون حاسمة جدا وسنشهد كيف ستتطور الأمور وفي كل حال من الأحوال إذا توغلت أوكرانيا إلا الأراضي الروسية الرحان على أنه سيكون هناك الفوضى وزغزة الاستقرار ومثلا تحريك الحركات الانفصالية هو شيء باطل جدا لأن تصنيف الرئيس بوتين يعني أغلى ومما كانت في الوقت وليه والروس من الطبيات ومدما يدخل الأوضو هناك سيتوحدون سيكون هناك مزيد من التوحيد ضيفة من موسكو سيد رولاند بيجاموف شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات القيمة معنا في التاسعة موسيقى موسيقى